السلام عليكم. الى اخبار يا جماعة عاملين ايه? في ميزة جديدة او تحديث جديد تم اضافاته الى تطبيق ستوديو يوتيوب هيستفيد منه كل اصحاب قنوات اليوتيوب اللي محقق الربح واللي لسه محققش الربح. الميزة الجديدة اسمها تحقيق الربح. بالنسبة للناس اللي محققوش الربح ولسه بيكملوا الشروط هيستفيدوا من الميزة ديت ان هم هيقدروا يعرفوا عدد الساعات الصحيحة. بدل ما كان بيدخل على جوجل كروم ويجيب اصدار الموقع الالكتروني يجيب ستوديو يوتيوب ويلاقي الساعات مختلفة عن اللي موجودة في التطبيق من خلال تطبيق ستوديو يوتيوب هتقدر تعرف الساعات العلنية بشكل صحيح. كمان الناس اللي محقق الربح تقدر تفعل الاعلانات من خلال تطبيق ستوديو يوتيوب. بتاعنا نشوفوا الميزة الجديدة هيبقى شكلها عامل ازاي? دي كده قناة تظهر فيها الميزة وده تطبيق ستوديو يوتيوب الرسمي. هتبدأ تلاقي تحت اربع اختيارات. لوحة البيانات المحتوى احصاءات التعليقات تحقيق الربح. الميزة الجديدة اللي تم اضافاتها وهي تحقيق الربح دي ما كانتش موجودة قبل كده. لو فتحنا تحقيق الربح هتلاقي مكتوب مرحبا واسم القناة. بعد كده هتلاقي حاجة اسمها مزايا البرنامج الدعم الفني الادوات. وبعد كده آلية الانضمام. طبعا فيه اربع شروط للانضمام لبرنامج شركائي اليوتيوب علشان تبدأ تفعل الربح. اول شرط ان يكون عندك الف مشترك. هنا كاتب لك اهو سبع مشتركين من الالف. والعلامة الزرقة الصغيرة دي تكون لما عدد المشتركين بيزيد هتبدأ تلاقي العلامة دي بتزيد. الاختيار التاني هو عدد الساعات المطلوبة. علشان تنضم البرنامج شركائي اليوتيوب لازم تحقق اربع تلاف ساعة مشاهدة علنية. بالنسبة للقناة دي تكاتب لك زيرو ساعة مشاهدة علنية. لان القناة دي مش بتنزل فيديوهات من فترة. انت طبعا لما كل ما تحقق ساعات بتبدأ الساعات تظهر هنا. طب انا عايز اعرف يعني ايه? الساعات المشاهدة العلنية. لو ضغطت على معلومات عن ساعات المشاهدة العلنية الصالحة. لان في ناس كتير بتطلغبط بتقولي احنا الساعات كلها مش بتتحسب ليه? هتعرف دلوقتي. هنبدأ ننزل تحت كده بيقولك الفيديوهات الخاصة لو انت كنت عامل فيديو علني وبعد كده عملته خاص. الساعات بتاعته بتتحزف. الفيديوهات الغير مدرجة. الفيديوهات المحزوفة. كل دي الساعات بتاعتها بيتم استبعدها من ضمن الاربع تلاف ساعة. الحملات الاعلانية لو انت عبتعمل اعلان ممول الساعات بتاعت الاعلان مش هتتحسب. الفيديوهات القصيرة مش بيتم للأسف احتساب الساعات حتى تاريخ الساعة وحتى تاريخ تسجيل الفيديو. مش عارفين بعد كده هيتم احتساب ساعات الفيديوهات القصيرة ولا لا. ولكن هي مش بيتم احتسابها لو وتمت مشاهدتها من رف الفيديوهات القصيرة واحداث البس المباشر الغير مدرجة والمحزوفة دول الست حالات اللي مش بيتم فيهم احتساب الساعات اما بالنسبة للشرط التالت اللي هو الخاص بانزارات ارشادات المنتدى عاملك علامة صح يعب انت كده ما عندكش انزارات ارشادات منتدى فالشرط التالت متوفر عندك وميزة اتحاكك بخطوطين نفس الحكاية علامة صح يبقى انت كده الشرط الرابع متوفر عندك لو انت عايز تخلي اليوتيوب يبعتلك بريد الكتروني لما الاربع شروط يكتملوا بتختار مراسلتي عبر البريد الالكتروني لو انت بقى كملت الشروط ديت وعايز تقدم في برنامج شركاء اليوتيوب يبقى لازم تعمل حساب جوجل ادسنس وكنا شرحينه قبل كده وتبدأ تقدم القناة المراجعة سيب لكم كل الفيديوهات دي في الوصف واعتقد دي خطوة كويسة جدا لاستخدام تطبيق ستوديوتيوب ومن المراجح ان ممكن ممكن تقدم القناة للمراجعة من خلال تطبيق ستوديوتيوب طبعا لسه مش متأكدين من خطوة دي هل هي هتنفع من تطبيق ستوديوتيوب بعد التحديث ده ولا لازم تروح على الكمبيوتر او جوجل كروم هنتأكد ان شاء الله خلال الايام القادمة ده بالنسبة للقنوات اللي لسه محققتش الربح اما بالنسبة للقنوات اللي حققت ربح بالفعل برضو عندها نفس الميزة اسمها تحقيق الربح لما تفتحها هتلاقي مكتوب اصبحت احد شركاء اليوتيوب طبعا مفيش الشروط والكلام ده لانك بالفعل حققت الربح وكاتب لك اهو نحن بصدد اضافة المزيد من الميزات الى تطبيق ستوديو يوتيوب هو لسه بقى ما ضفلكش الميزات وبيقول لك انت في الوقت الحالي روح على جوجل كروم ستوديو يوتيوب وابدأ فعل الربح على الفيديوهات واعمل الحركات اللي انت بتعملها دي على الفيديوهات سواء ان انت تحط فواصل اعلانية على الفيديوهات اللي اكتر من 8 دقائق او تفعل الاعلانات على الفيديو بشكل عام طبعا من المرجح برضو ان خلال الفترة الجاية ان تقدر تفعل الربح على الفيديوهات بتاعتك من خلال تطبيق ستوديو يوتيوب بيقول لك اهوة ان هما هيوفروا اضافة ميزات قريبة هتبقى موجودة هنا اللي هو تفعيل الاعلانات على كل الفيديوهات تحقيق الربح بطرق اضافية اللي هو بقى السوبر شات والموسيقات العجيبة والاشتراكات الداعمة او الانتسابات والسلع والحاجات دي غالبا ممكن تلاقيها ان شاء الله الفترة الجاية هتتوفر في تطبيق ستوديو يوتيوب ويكاتب لك هنا ادارة حسابك برضو ده خطوة كويسة جدا للاعتماد على الموبايل في ادارة قنوات اليوتيوب بتمنى ان انتو تكتبو له رأيكم في التعليقات هل الميزة دي كويسة ولا لا وكمان الناس اللي لسه ما ظهرتش عندهم الميزة دي ما يقلقوش يعني عندي اكتر من قناة في بعض القنوات ظهرت الميزة دي وبعض القنوات لسه ما ظهرتش الميزة دي السلام عليكم اشتركوا في القناة